أهلاً وسهلاً بكل التميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطار السعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى للمستوى السادس ابتدائي نشوف نموذج للفرض الأول للدورة الأولى مادة الاجتماعيات للمستوى السادس ابتدائي لن نموذج على شكل بدائي فأتلقاه في الوصف إذن الدول الأسئلة نشوف الأجوبة مع الشرح إذن أعرف مصطلح الوقائع التاريخية يعني اعطي تعريفاً للوقائع التاريخية إذن أعطينا الوقائع التاريخية رهي التاريخ إذن بالنسبة للوقائع التاريخية هي السجل الزمني للأحداث التي وقعت في الماضي وتم اكتشافها عن طريق مصادر مكتوبة أو مآتة تاريخية أو مصادر شفاهية أو فيديوهات إذن كتبوا التلخيص إذن هي ماذا؟ هي إذن هنا الوقائع التاريخية هي السجل الزمني للأحداث إذن هي السجل الزمني للأحداث السجل الزمني للأحداث إذن التي وقعت في الماضي التي وقعت في الماضي إذن السجل الزمني للأحداث التي وقعت في الماضي إذن خلال فترة معينة خلال فترة معينة خلال فترة معينة إذن هي سجل زمني الأحداث التي وقعت في الماضي خلال فترة معينة وتم اكتشافها وتم اكتشافها وتم اكتشافها تم اكتشافها من طرف المؤرخ ممكن نزيده عن طريق مصادر مكتوبة أو مآتر تاريخية إذن هي سجل زمني الأحداث التي وقعت في الماضي خلال فترة معينة وتم اكتشافها إذن ممكن نزيده ما تنقله تم اكتشافها من طرف المؤرخ عن طريق ماذا مصادر مكتوبة أو مآتر تاريخية أو مصادر شفهوية أو فيديوهات إذن هي سجل زمني الأحداث التي وقعت في الماضي خلال فترة معينة وتم اكتشافها إذن عم شدة بالسؤال الثاني اتسعن بالصورة جانبة إذن صورة ماتيلة لصورة الإنسان العاقل وحدد مظاهر حياة الإنسان العاقل إذن بالنسبة لمظاهر حياة الإنسان العاقل كأين كان يسكن الغداء ديالو نمط العيش إلى آخره إذن بالنسبة للإنسان العاقل تم اكتشافه يعني بقايا ديالو في جبل إيهود في مدينة اليوسفية يعني في المغرب إذن أول حاجة أين كان يسكن كان يسكن أول حاجة في الكهوف ومن الطهور من بعد واللي يسكن في الأكواخ إذن نكتبه الكهوف والأكواخ إذن السكن دياله الكهوف والأكواخ إذن بالنسبة الغداء دياله كان كي يصيد الحيوانات وكي شويهم يعني لحوم الحيوانات لحوم الحيوانات لحوم الحيوانات وكان كي يصيد الأسماك إذن عنده كان كي يأكل الأسماك الأسماك كان كي يأكل كذلك تمار الأشجار إلى الصيد نمات العيش كيف نحي يتعلي ذا Bruno كيف على الصيد أعلى القنف الزراعة بضzenia استعمال الصوف والجلد في اللباس استعمال الصوف والجلد في اللباس ماذا؟ في اللباس نعطوه امثلة كافية كان يعيش في الكوف من بعد ولا يبني اكواخ 와 في الغداء كان يسيط الحيوانات وشويهم كان يعيش على اللحوم الحيوانات كان يسيط مواصد الاسماك كان يقطف تيمال الاشجار وكان يأكلهم اذن هنا بالنسبة للمط العيش كان يعيش على الصيد وكذلك القنص وان بعد اكتشف الزراعة كان يساعمل صوف والجلد الحيوانات باش يلبسهم في اللباس اذا وكذلك اننا انتجوا في السؤال 3 اكتشف النار اذا السؤال 3 سؤال 2- كان يستعمل النار في صهر المعادن وصلع الادوات وأول حاجة يعني ممكن تزيدوا إذن ممكن هنا باختصار النار عليش في الأول كان كيستعملها للتدفئة كان كيستعملها للتدفئة إذن التدفئة والحرارة إذن من بعد تطور واللي كيستعملها لصهر المعادن وصنع الأدوات إذن هنا عم شو دابا هنا بالنسبة اقرأ الوثيقة جيدا هذي وثيقة تاريخية واملأ جدول أسفل عبر تطبيق منهجية المؤرخ إذن عم شوفه إذن هنا بالنسبة للمهجية المؤرخة شنو كان كيستعمل كيستعمل تجمع الأحداث يعني كان كيستعمل الأحداث & يكيستعملها من بعد رطبها من بعد كيستعمل تفسير الأحداث يعني شنو الأسباب اللي يوصل هذا الحادث من بعد كيكون وحده انطلاقاً إلى هذه الأحداث يعني انطلاقاً من شواهد تاريخية من مقاتل تاريخية كذلك فيديوهات يعني كيكون وحده يعني وحد المنظومة يعني امتلاقا من هذه الأحداث كي يصل وحد يعني وحد الحدث التاريخي إذن هنا يا إقرأ الوثيقة عاد الملك محمد الخامس إلى الأرض الوطن يوم 16 ونبير 1955 ليعلن بذلك بداية أفول استعمار وبزوخ شمس الاستقلال وقد أدى نفيهم ملك محمد الخامس إلى انتشار سخط عارم وسط الشعب المغربي واندلعد أحداث دموية في العديد من المدن والبوادي وأمام هول وشراسة المقاومة لم يجد الفرنسيون بدا من الرضوخ لفكرة إعادة سلطان الشرعي سيد محمد بن يوسف إلى بلده والعدول عن فكرة إبعاده عن العرج وفي هذا الإطار عاد الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن يوم 16 ونبير 1955 ليعلن بذلك بداية أفول استعمار وبزوخ شمس الاستقلال إذن نحاول انطلاقا من هذه الوثيقة نبين منهجية المؤرخ أول حاجة بالنسبة للتعريف بالحادث شنو هو الحادث هو عودة المالك محمد الخامس إذن هنا زمن وقوع الحادث انطلاقا هو يعني من الوثيقة هو 16 نوانبير 1955 إذن نكسبوها هنا المغرب إذن فكرة العامة للوثيقة ليش كتدر بالنسبة للفكرة العامة للوثيقة نكسبة للنفي المالك محمد الخامس إذن والثورة المغربية من بعد أرجاع الملك arkadaşlar . إذن نعمل هنا بالنسبة للفكرة بالنسبة للفكرة هي نفي الملك محمد الخامس وشراسة ثورة المغربية ضد الفرنسيين نتجت عنها عودة الملك إلى أرض الوطن إذن كتبوا هذه الفكرة نفي الملك محمد الخامس إذن نفي الملك محمد الخامس إذن نفي الملك محمد الخامس شراسة إذن نتجت عنها ثورة مغربية وشراسة الثورة أو المقاومة الثورة المغربية ضد الفرنسيين وتورت الثورة المغربية ضد الفرنسيين إذن بالنسبة لها الثورة عودة الملك إلى أرض الوطن إذن نفي الملك محمد الخامس وشراسة ثورة المغربية ضد الفرنسيين إذن هنا بالنسبة للفكرة العامة للوطيقة إذن هذا نفي الملك محمد الخامس وشراسة ثورة المغربية ضد الفرنسيين هي اللي نتج عنها عودة الملك محمد الخامس إذن عم شو دابة تفسير الحادث بالنسبة لتفسير الحادث كيفاش كيعمل المؤرخ إذن هو كينتقى الأسباب مفسيرة لهذا الحادث وكينتقى هذ الأسباب لأدت إلى هذا الحادث إذن بالنسبة الحادث نعملو إعلان الملك استقلال بزوغ شمس استقلال المغرب إذن نعملو إعلان الملك إعلان الملك إذن على ماذا؟ إعلان الملك محمد الخامس محمد الخامس عن ماذا؟ عن بداية الاستقلال إعلان الملك محمد الخامس عن بداية الاستقلال عن بداية الاستقلال إذن هذا هو الحادث ده بعد شوفوا الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث إذن هنا الوقائع إذن شنوقع؟ أول حاجة نفي الملك محمد الخامس نفي الملك محمد الخامس أول حاجة من بعد ما تنفى المالك عن عمله الأحداث بالتسلسل سخط عارم سخط عارم يعني في صفوف وسط الشعب المغربي وسط الشعب المغربي وسط الشعب المغربي هذا واقعة ثانية من بعد شنوقع؟ من بعد اندلاع أحداث دموية اندلاع أحداث دموية في جميع مدن المغرب والبوادي من بعد شراسة الطورة المغربية إذن شراسة الطورة المغربية الطورة المغربية إذن من بعد شراسة الطورة المغربية عودت الملك محمد الخامس محمد الخامس إلى الوطن إلى الوطن هو الذي أعلن عن بزوغ إذن هذا الأحداث كامل أدى في الأخرى إلى هذا الحدث وهو إعلان الملك محمد الخامس عن بداية الاستقلال إذن باش بالنسبة لتفسير الأحداث كنا عملو انتقال أسباب مفسرة وترتيب هذ الأسباب إذن هذ الأسباب بالترتيب الملك محمد الخامس ندفع من بعد شنوقع سخط عارم وسط الشعب المغربي من بعد ولت أحداث دموية يعني ولت الدم والقتيلة إلى آخره من بعد تورة زادت تراسة أكثر تورة المغربية وإذن من بعد شنوق فرنسا منشفت شي كامل رجعت الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن إذن عودت الملك محمد الخامس إلى الوطن وبهذا أعلن الملك محمد الخامس عن بداية الاستقلال يعني استقلال المغرب إذن سؤال الأول انتلاقا من الصورة ومما درست اذكر موقع المغرب في الخريطة إذن ممكن يقول لك موقع المغرب يعني شنو الحدود ديالوي أشنو كين في الشمال أشنو كين في الجانوب أشنو كين في الشرق أشنو كين في الغرب إذن يحدو إذن نكتبوه يحدو إذن حدود المغرب يحدو المغرب ماذا؟ يحدو المغرب شمالا شنو كين في الشمال؟ البحر الأبيض المتوسط إذن يحدو المغرب شمالا البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض المتوسط إذن هنا شمالا وجنوبا أشنو كين إذن مشيوا مثلا هنا يبدو الشمال شرقا إذن وشرقا كين الجزائر وشرقا الجزائر إذن وشرقا الجزائر وجنوبا موريطانيا وجنوبا كين موريطانيا إذن وجنوبا موريطانيا وبقالين وغربا كين المحيط الأطلسي وغربا المحيط مادة الأطلسي إذن هذه حدود المغرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا إذن يحد المغرب شمالا البحر الأبيض متوسط وشرقا الجزائر وجنوبا موريطانيا وغربا المحيط الأطلسي نعم إذن شو ده بس سؤال تاني أتمم النص تالي محددا توزيع قارات ومحيطات العالم إذن تتشكل الكرة الأرضية من ماذا؟ من قارات ومحيطات إذن تتشكل الكرة الأرضية من ست قارات وخمس محيطات إذن وخمس محيطات إذن أعطيكم القارات اللي كينين على حسب أشنو؟ على حسب يعني الخريطة جديدة أشنو عندكم في المقرر إذن عنا ست قارات وخمس محيطات إذن من نسبة القارات إذن بالنسبة للقرس كين إفريقيا في الكين الحناية في الكين المغرب إفريقيا إفريقيا نعم كين أوروبا أوروبا كين أمريكا أمريكا ممكن نضعش على ولاية المتحدة الأمريكية دولة أمريكا كقرر إذن أمريكا كين أسيا أسيا كين أوقيانيا إذن أستراليا رولت دولة كين في قارة أوقيانيا أو كيسمه أوقيانيسيا إذن عن كتب أوقيانيا إذن أوقيانيا هنا أوقيانيا إذن أوقيانيا كين القارة المتجمدة الجنوبية إذن القارة المتجمدة الجنوبية القارة المتجمدة الجنوبية إذن القارة ستة هما إفريقيا أوروبا أمريكا آسيا أوقيانيا القارة المتجمدة الجنوبية مشو المحيطات شنم المحيطات كي المحيط الهادي كي الخمسة المحيط الأطلسي المحيط الهندي المحيط المتجمد الجنوبي والمحيط المتجمد الشمالي إذن بالنسبة غير القارة المتجمدة الجنوبية إذن هذه كعملها للتجارب إذن يعني حيث صعيب المعيشة فيها يعني كعملوها التجارب إلى آخره إذن القارات كين إفريقيا أوروبا أمريكا أسيا أوقيانيا القارة المتجمدة الجنوبية من نسبة المحيطات كين المحيط الهادي المحيط الهادي إذن خمسة المحيط الهادي كين المحيط الأطلسي الذي يحد المغرب المحيط الأطلسي كين المحيط الهادي المحيط المتجمد الجنوبي المحيط المتجمد الجنوبي وكين المحيط المتجمد الشمالي المحيط المتجمد الشمالي إذن خمسة محيطات إذن خمسة محيطات لهما المحيط الهادي المحيط الأطلسي المحيط الهندي المحيط المتجمد الجنوبي المحيط المتجمد الشمالي إذن تقل السؤال الثالث أجب بصحيح أو خطأ إذن يقع المغرب في الشمال الغربي للقارة الأوروبية يتوفى المغرب على واجهتين بحريتين جزء كبير من الكرة الأرضية يتكون من الابثة جبل طارق ممر يجري يربط يعني بين قارتي إفريقيا وأوروبا إذن أمام كل عبارة نقوله صحيح أو خطأ إذن يقع المغرب في الشمال الغربي للقارة الأوروبية خطأ لأن المغرب يقع في الشمال الغربي للقارة الإفريقية إذن المغرب يتواجد في الشمال الغربي للقارة الإفريقية إذن هنا خطأ إذن هنا المغرب للقارة الإفريقية مش القارة الأوروبية إذن يقع المغرب في الشمال الغربي للقارة الإفريقية هي اللي صحيح يتوفى المغرب على واجهتين بحريتين صحيح لهما يعني في الشمال بحر الأبيض المتوسط وفي الغرب المحيط الأطلسي إذن عنده واجهتين بحريتين صحيح جزء كبير من الكرة الأرضية يتكون من اليابيثة خطأ لأن الجزء الكبير من الكرة الأرضية يتكون من الماء من المحيطات إذن هنا خطأ إذن جزء كبير اللي خاصكم تعرفوا أن جزء كبير من الكرة الأرضية يغطيه الماء إذن هنا مشي اليابيثة جزء جبل طارق ممر يجري يربط بحري ممر بحري يربط بين قارتي إفريقيا وأوروبا إذن بالنسبة المغرب فهو يعني كربط ما بين إفريقيا وأوروبا عبر جبل الطارق وهو ممر بحري إذن يعني كربط المغرب ما بين إسبانيا وإفريقيا يعني إفريقيا هي يعني بالنسبة المغرب بالنسبة المغرب هو لكربط ما بين أوروبا وإفريقيا إذن عبره جبل الطارق إذن هنا جواب صحيح سؤال أول اعطي تعريفا لتعاونية القسم شنو كن يعني بتعاونية القسم هي الطريقة للعمل التشاركي تمكن جميع تلاميذ القسم من توظيف معارفهم ومهاراتهم المكتسبة والتعاون لإنجاز أهداف محددة والتعلم بشكل أفضل إذن نكتبه إذن هي طريقة لماذا؟ طريقة للعمل إذن طريقة للعمل إذن للعمل ما يكتم هذا العمل؟ كتم العمل التشاركي إذن طريقة للعمل التشاركي بالنسبة لهذا العمل التشاركي يمكن جميع التلاميذ أو الطريقة هي تمكن تمكن جميع التلاميذ من ماذا؟ تمكن جميع التلاميذ القسم أو جميع التلاميذ جميع تلاميذ القسم من ماذا؟ إذن من توظيف من توظيف ماذا؟ من توظيف معارفهم من توظيف معارفهم لماذا؟ من توظيف معارفهم ومهاراتهم المكتسبة ومهاراتهم المكتسبة المكتسبة لماذا؟ المكتسبة إذن والتعاون والتعاون لإنجاز التعاون مهم هنا والتعاون لإنجاز ماذا؟ لإنجاز أهداف محددة والتعلم بشكل أفضل لإنجاز أهداف كيف هي؟ محددة والتعلم بشكل أفضل والتعلم بشكل أفضل بشكل أفضل إذن قرأ لكم التعريف إذن طريقة بالنسبة للتعاون القسمية طريقة للعمل التشاركي تمكن جميع تلاميذ القسم من توظيف معارفهم ومهاراتهم مكتسبة والتعاون لإنجاز أهداف محددة والتعلم بشكل أفضل إذن عمشو السؤال الثاني لكل تلاميذ الحق في تعليم جيد لكن في مقابل هذا الحق هناك واجب إذن كين حقوق وكين واجبات إذن الحق ديالك أنك التعلم وبش المدرسة والتعليم جيد إذن ما هي واجباتي في هذه الحالة يعني عندي حق التعلم خاصة نعمل واحد واجبات في مقابل هذا الحق إذن خاصة نحترم الأساس إذن نحترم الآخرين يعني الأساس إذن تلاميذ الطحابي المدير إلى آخرين إذن احترام ماذا؟ احترام الآخرين احترام الآخرين نعم خاصة نيجاز واجباتي بدون غش إنجاز أو احترام الآخرين آخرين عفوا احترام الآخرين انجزوا واجباتي انجزوا واجباتي بدون غش واجباتي بدون غش إذن انجزوا واجباتي بدون غش إذن كذلك خذني تجنب مسببات ومظاهر العنف مثلا ما نتضارج مع أصحابي ما نضربه مش يعني ما نتعامج معه بطريقة خيبة إلى آخره إذن احترام واجبات احترام الآخرين أنجز واجباتي بدون غش تجنب مسببات ومظاهر العنف إذن كتبنا ثلاث واجبات في هذه الحالة إحترام الآخرين أنجز واجباتي بدون غش تجنب مسببات ومظاهر العنف نعم إذن تقلل السؤال الثالث أضع علامة X في المكان المناسب لأحدد الفرق بين الحريات والواجبات والحقوق إذن عندنا احترام أو أحترم قانون سير أحترم قانون سير التعليم والتأهيل التنقل ليلا إذن أحترم قانون سير هذا واجب يعني من واجباتي التعليم والتأهيل هذا أن أتعلم هذا من حقوقي إذن حق التنقل ليلا عندي الحرية أن أتنقل إذن حرية إذن احترام قانون سير إذن واجب التعليم والتأهيل حق التنقل ليلا حرية إذن دبعا شيء السؤال الرابع إملأ ما يناسب إذن عندنا أضع كتبي في محفظتي مستعينا باستعمال الزمان أحترم قواعد مدرسة أنا مبكرا ولا أثر إذن نحاول يعني نصنف هالتصرفات والسلوكات يعني التصرفات اللي كان عملهم في البيت يعني في الدار نعملهم في هاد الخانة والتصرفات أو السلوكات اللي كانت تعلق يعني داخل المدرسة نكتبون في هاد الخانة إذن أضع كتبي في محفظتي مستعينا باستعمال الزمان هاد خسني أعمله في الضمشي تانجي للقيسم وعادة نقلب على الكتوبة ديالي واشنو خسني نجيب واشنو خسني ما نجيبش إلى آخره إذن هذا في المدرسة هنا في البيت إذن أضعوا أنتما كملوا أضعوا كتبي في محفظتي إذن هذا في البيت مستعينا باستعمال الزمان يعني في البيت خسني نضع الكتب ديالي يعني واحد قبل ما يمشي خاصة المدرسة خسوين نزل الكتب ديالي في المحفظة واشوفه أشنو عندو أشنو ما عندوش إلى آخره إذن أضعوا كتبي في محفظتي إذن أحترموا قواعد المدرسة إذن هذا شي خاصة القواعد المدرسة نحترهم يعني في المدرسة إذن أكتبهم هنا أحترموا ماذا قواعد ماذا المدرسة إذن أحترموا قواعد المدرسة إذن أمشي دابة أنام مبكرا ولا أصهر أمام التلفاز هذه في البيت يعني خاصين نعسي بكري ومنقش قدام تلفازة 13 ليل أنام مبكرا وماذا ولا أصهر أمام التلفاز ولا أصهر أمام التلفاز إذن هذه بالنسبة في البيت أمام التلفاز إذن عندنا أنجزوا التمارين المطلوبة مني أثناء الحصة الدراسية هذا وصل قاسم يعني أستاذ ما ع ماذا أخاذ التمارين المطلوبة إذن هذه فين في المدرسة إذن أنجزوا التمارين المطلوبة إذاً عمشي بالنسبة هنا أشارك في تحية العلم إذاً هذه بينا في المدرسة إذاً أشارك في ماذا؟ في تحية العلم إذاً أشارك في تحية العلم إذاً هذه في المدرسة أراجع دروسي كل مساء بالنسبة للمراجعة على الدروس كيف الدهر مشي في المدرسة إذاً مدرسة خاصة أني كنمشي نسمع الأستاذ التمالي اللي يقول لهم وكني ستعملهم ولكن في الدار ما يكون عندي مثلا شي مثلا الدروس وعندي امتحانات إلى أخيري ولا علي شي حاجة أختي راجعة الدروس فتار إذن هنا في البيت إذن أجنع الكتبه أراجع دروسي كل مساء يعني خاصني ما كنتجي مش علي الدروس خاصني كل مرة راجع إذن أراجع دروسي كل مساء إذن أراجع دروسي كل مساء إذن هنا بالنسبة لبيت أضع كتبي في محفظتي مستعينا باستعمال الزمان في البيت أحترم قواعد المدرسة إذن في المدرسة أنام مبكرا ولا أصهر أمام التلفاز في البيت أنجز التماري المطلوبة مني أثناء الحصة الدراسية في المدرسة أشارك في تحية العالم كذلك في المدرسة وأراجع دروسي كل مساء في البيت إذن بهذا سألنا التصحيح نتمنى لكم في تكم شكرا وإلى اللقاء